تاريخ اليوم هو 10 جون حزيران 2023 يعني يوم صدور ديبيان 12 بوك وورم ديبيان 12 بوك وورم تجي مع ما يقارب 59 ألف حزمة محدثة مقارنة بالإصدار 11 اللي بيشمل كل الواجهات الرسومية للإصدارات الأخيرة باستثناء جنوم اللي حالياً موجودة على الإصدار 43 على ديبيان 12 بدل الإصدار 44 الحالي أما باقي الواجهات الرسومية فهي بالكامل محدثة فيديو اليوم ما رح نعمل عملية تثبيت ديبيان 12 من الصفر وإنما رح افترض إنك بدك تقوم بعملية ترقية من ديبيان 11 لديبيان 12 وهذا معناه إنك منك مضطر تعمل عملية فورمات بالكامل للحصول على الإصدار الأخير من ديبيان الخطوة الأولى اللي ما رح غطيها بهذا الفيديو هي إنك تعمل باك أب كامل للنظام ولا ملفاتك الهامة وغير الهامة لحتى في حال لا سمح الله صار أي خطأ أو انقطعت الكهرباء أثناء عملية الترقية ما تخسر أي بيانات هامة سواء باستخدام تايم شيفت أو أي أداة تانية للباك أب فلا تبتدي عملية الترقية قبل الباك أب فهلأ أنا موجود على ديبيان 11 بولز آي وشايف أنه عندي نسخة جنوم اللي هي النسخة 38 هاد رح يكون اختلاف كبير رح تلاحظ الفرق مباشرة وقت اللي بتحدث لديبيان 12 هلأ خلينا نتأكد كمان إذا ما بدك تستخدم إذا كنت عمالك تستخدم واجهة رسومية غير فمن الترمينة لو قلت له cat slash etc slash os dash release رح شوف أني موجود على ديبيان 11 عملية التحديث أو الترقية مثل ما حكيت هي خطوطين أو ثلاثة وإذا بدك تتبع الخطوات أو تقراها من تروح لمصدر تقرأ منه كيف بتقوم بعملية التحديث فهو موجود على موقع ديبيان الرسمي اللي هو ديبيان upgrade فألا أنا رح أمشي مع الخطوات اللي موجودة بالdocumentation فخلينا بالبداية نعمل sudo apt update فمثل ما اللي شايف أنه ما في عندي أي updates متاحة بس خليني كمان إلو sudo apt upgrade كمان رح شوف أنه ما في عندي أي شيء للتحديث خليني أرجع إلو كمان sudo apt full dash upgrade كمان ما في عندي أي شيء إني أعمله upgrade وخليني بالنهاية إلو sudo apt auto remove ما في عندي أي شيء لإني أحسفه هلأ بعد ما خلصت من هاي الخطوات المبدئية عملية التحديث إذا كان في عندك أي تحديثات إذا تصلك فترة ما عامل تحديثات فبعد ما تعمل هاي الخطوات الأربعة هاي الكومنتس الأربعة منعمل ريبوت للجهاز ومنرجع لنكمل بالخطوات اللي بعدها هلأ أنا ما رح أعمل أي ريبوت لأنه ما عمل لي update أو upgrade لأي شيء أبدا اللي ضل عندي إني لو رجعنا للويكي فبالويكي عماله إني لازم أعمل شوية تعديلات على ملف اللي موجود بمسار slash etc slash apt بس قبل ما أعمل التعديلات للأمان خليني انسخ هاد الملف أعمل له backup للضرورات الأمنية لا أكتر ولا أقل فرح نقل له sudo cp ورح قل له slash etc slash apt slash sources dot list ورح حطه على الhome directory فهلأ باستخدام nano أو vim ومع صلاحيات sudo رح أفتح الملف فرح قل له sudo vim slash etc slash apt slash sources dot list وبهذا الملف كل مكان موجود في كلمة bulls eye رح استبدلها ببوك ورم فرح يجي للسطر الأول واستبدل البولز eye ببوك ورم رح يجي للسطر الثاني كمان نفس الكلام السطر الثالث السطر الرابع السطر الخامس والسطر السادس هلأ الهيدلاين بديبيان 12 هو النونفري فيرموير اللي بيسمح لي إمكانية تثبيت الدرايفرات المحتكرة لانفيديا على سبيل المثال أو كرة الشبكة هلأ وقت اللي بتقوم بعملية التثبيت الفرش انستول بالانستولر رح يعطيك الخيار أنك تقوم فيها هلأ نحنا باعتبار أنه عملنا نعمل عملية upgrade فرح نضيف هذا السطر بشكل مانول للconfiguration أو لملف sources dot least فرح نجي للسطر بأي مكان رح نقوم ونضيف سطر جديد خلينا ننسخ واحد من الأسطر اللي موجودة عندي فرح انسخ السطر الأول على سبيل المثال السطر الأول والتاني ورح يجي ضيفهم بي نهاية هذا الملف ورح استبدل المين ب none-free و none-free-firmware ونفس الكلام رح أعمله بالسطر التاني رح أعمل نفس الخطوات للأوبديت والسيكوريتي فرح انسخ دول السطرين ورح ضيفهم هون كمان ورح يجي استبدل المين رح استبدلها بال none-free و none-free-firmware ورح يجي هذا عملنا السيكوريتي ضل عندي الأوبديت فكمان رح انسخ دول السطرين وضيفهم بهذا القسم رح شيل المين ورح شيل المين مرة تانية ورح انسخ none-free هلأ رح أحفظ هاد الملف نقطين wq ورح قل له sudo apt update بالبداية فرح شوف انه في عندي 1320 حزمة رح يتم تحديسها بعدين رح قل له sudo apt full dash upgrade ورح قل له y ورح نستنى لتخلص عملية الupgrade لديبيان 12 فهلأ أثناء عملية التثبيت بعد ما خلص من تحميل كافة الباكيجز رح شوف انه رح يعطيني change log بكل شي جديد بهي النسخة لحتى اطلع منها بيكفي اني اضغط على q ورح يبتدي يفك الضغط عن كل الباكيجز ويقوم بتحديس الباكيجز للاصدارات الجديدة هلأ اذا طلعت عندي هاي الرسالة اللي بتقلي انه بده اذا بدي اعمل عملية restart لكل الخدمات الموجودة عندي شغالة او لا خلال عملية التثبيت فأنا رح قل له yes وممكن انه تطلع عندك رسالة تانية هلأ انا ما طلعت عندي الرسالة تانية اذا كان في عندك configuration files من الاصدار القديم من الاصدار 11 والاصدار 12 باعتبار انه في packages محدثة رح يقوم بده يسألك اذا كنت بدك تحتفظ بالconfiguration file القديم ولا بدك تكتب الconfiguration file اللي جديد هذا الكلام انت اللي بتقرره هلأ باعتبار انه هاي الماكينة ما في عليها اي شي مغير اعداده فما طلعت عندي هاي الرسالة رح وافق على انه يعمل restart اثناء عملية التحديث بدون ما يسألني فرح قال له yes ورح يكمل عملية التحديث بشكل طبيعي وهلأ بعد ما انتهت عملية تحديث الحزم رح نعمل restart او reboot ورح شوف اني انتقلت لgnوم 43 رح نتجاوز واجهة الترحيب بس لو اجيت لل settings واجيت لأباوت رح شوف اني صارت على debian 12 bookworm وgnوم version 43.4 الخطوة الوحيدة اللي ظل اني نازم اني اعملها اني افتح الترمينال ورح قل له cat etc slash etc slash os dash release لحتى اتأكد اني صارت على الاصدار 12 ولو قلت له uname dash r رح شوف انه نسخة الكيرنل المثبتة هي النسخة 6.1 ليست الأخيرة ولكن debian مستقرة debian ليست rolling هلا اللي ظل لازم اني اعمله اني قل له sudo apt auto remove لحتى شيل كل الحزم القديمة اللي كانت اللي بعدها موجودة من الاصدار 11 فرح نقل له ok ورح قبل ما تحزفها تأكد من الليستة اللي عمالها تنحزف متل ما اللي شايف انه رح يحزف لي ما يقارب 778 ميجا بايت او 175 حزمة فراجع الليستة بالحزم اللي رح تنحزف فرح نقل له yes حزف لي ياها وبهذا الشكل بتكون عملية تحديث debian للاصدار 12 انتهت النقطة الاخيرة اللي رح احكيها انه debian 12 واخيرا والحمد لله تحول لا يستخدم بايب واير بدل البولس اوديو وبامان الله اشتركوا في القناة